موسيقى السيدة والسادة أهلا ومرحبا بكم في موجز لأهم الأخبار من تلفزيون حضر موت ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الوطنية لتسهيل التجارة لمناقشة خطط تحديث عملها وآلياته ضمن رؤية أشمل لتحصين بيئة الأعمال وتعزيز شراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى ضبان سلاسة تدفق الواردات التجارية إلى اليمن وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة محمد الأشول ما انجزته اللجنة منذ إنشائها في المهام والواجبات الماثلة أمامها خلال المدة القادمة في إنجاز إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والإشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها والإسهام في تحسين بيئة الأعمال وإبداء الرأي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات النظمة للعمل التجاري وتقديم التوصيات بشانها قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك واجب العزاء والمواساة إلى رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم ردمان القباطي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه عبد السلام وعبر دولة رئيس الوزراء خلال مشاركته في مجلس العزاء الذي أقيم أمس الجمعة في العاصمة المؤقتة عدن عن خالص تعازيه وعظيم مواساته لرئيس مصلحة الجمارك وأفراد أسرته وذويه كفة ومشاطرته لهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم داعي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وإسكنه فسيح جنته وإلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإليه راجعون بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاج مع سفير جمهورية تركيا لدى اليمن مصطفى بولات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وثمن الوكيل بجاج موقف تركيا الثابت تجاه اليمن وقيادته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام وما تقدمه من مساعدات وإسهامات في مختلف المجالات التنموية والخدمية من جانبه جدد السفير التركي دعم بلاده للحكومة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ودعمها الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلام في اليمن التقى سفير بلادنا لدى مملكة بلجيكا محمد طه مصطفى المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية السفير فرانسوا كورنيت ديليزيوس وخلال اللقاء أطلع السفير طه المسؤول البلجيكي على آخر المستجدات في اليمن وسلمه رسالة وزارة حقوق الإنسان حول استمرار اعتقال ميليشيات الحوثي موظفي المنظمات الدولية والصحفيين والناشطين من جهته شدد المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البلجيكية على ضرورة إطلاق سراحهم ودعم بلجيكا لمساعي السلام التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مشاهدين الأكارم بهذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام الموجز نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء